أخيرا وبعد فترة اختبار طويلة طرحت شركة أبل أمس تحديث 15.2 لنظام تشغيلها IOS هذا التحديث من أبل يختلف عن الباقين بأنه جمع إصلاحات لمشاكل وثغرات أمنية هائلة بالإضافة إلى أنه طرح معه ميزات وخدمات جديدة عديدة أبرزها ميزة كانت أثارت الكثير وقت الإعلان عنها وقبل حتى طرحها وهي تتعلق بوصول الصور المخلة أو غير الأخلاقية لهواتف أطفالنا ما نشر حينها قال أن أجهزة أبل ستظهر تنبيه للطفل المستخدم للجهاز فور وصول الصور من هذا النوع وهو منتقدوا كثيرون واعتبروا أنه تنبيه كهذا لابد أن يصل للأهالي وليس للطفل وأثيرت حينها الكثير من التساؤلات حول كيفية عمل الميزة وهل ستكون فعلا مفيدة أو لا خاصة وأنه موضوع حماية الأطفال هو ملف أساسي يعني تعمل مختلف المنصات وشركات التكنولوجيا حاليا على ضمانه صديقنا بيتفعلكم المحرر التقني عبدالله السبع فصر لنا كيف ستعمل هذه الميزة نتابع الميزة المهمة اللي عنت عنها أبل اللي هي حجب الصور اللي فيها مشاكل أخلاقية في أجهزة الأطفال أبل لعنت عن هذه الميزة قبل فترة أنه فكرتها بشكل بسيط أنه أنت لو ربطت جهازك مع جهاز طفلك وصلت صورة غير أخلاقية إلى جهاز طفلك من أي شخص سواء من أصدقاء أو من شخص كبير في السن وغيرهم الصورة رح يطلع عليها على قردهم شعار معين الطفل ما رح يقدر يشوفها لما يجيك تنبيه على جوالك أنت يتجاك التنبيه مباشرة تشوف تروح لجهاز طفلك وبعدها توقف أو تحذف هذه الصورة أو تمنع أن يشوفها وغيرها فالصور الغير أخلاقية لو صورة الأطفال الأطفال رح يطلع عليها تنبيه لما الأب يجي يشوف هذه الصورة ويعطيه صلاحية أن يشوفها أو لا وهذا بتفيد الآباء على المدى الطويل أنه لو في شخص قاعد يبتز الطفل أو في شخص قاعد يسبب مشاكل للطفل وإن رح تقدر تكتشف هذا الموضوع حتى لو الطفل ما يقالك طبعا لازم تكون أنت وجهازك مربوطين في الأكلات عشان تتفاعل هذه الميزة تحديث الجديد مشاهدين لأبل حل أزمة أخرى تتعلق بالأمن والخصوصية ولها علاقة بأجهزة الأير تاج هذه الأجهزة اللي كانت أطلقتها أبل وهي ببساطة قطع مثل الميداليات يمكن وضعها على أي جهاز يخشى أي شخص ضياعه مثل المفاتيح مثلا وعن طريق الهاتف يمكن العثور عليها فورا عن طريق شبكات أبل من غير حتى الحاجة للوصول إلى الإنترنت لكن هذه الأير تاج استخدمتها عصابات بتتبع أناس آخرين وصرقتهم وكانت ببساطة تمكنهم من تتبعهم أبل بهذا التحديث حلت هذه المشكلة وأوقفت إمكانية تتبع آخرين لجهازك وأطلقت تطبيق لهذا أيضا لمستخدمي أجهزة أندرويد لمنع تعقب من يملك الأير تاج لأجهزتهم المحرر التقني عبدالله السباع وضح لنا أيضا كيف بتم ذلك خلينا نتابع بخصوص ميزة تتبع القطع اللي ألنتها أبل وأطلقت لها تطبيق خاص في أجهزة أندرويد زي ما أنتم معارفين الإير تاج شي جدا مهم راح يكون في حياتنا بسبب أنه يساعدك أنك تلقى أجهزتك بشكل أسرع يعني الإشنات، الجوالات، المحافظ أي شي تحط عليه إير تاج راح يسهل عليك أنك توصله بسبب أنه ما يحتاج إنترنت فأنت تقدر تتبع حتى أطفالك من خلاله فمثلا تحطه في شنطة طفلك لو لا سمح الله طلعته سوق وضاعه وكذا راح تلقاه بشكل أسهل لي؟ لأنه يعتمد على أجهزة أبل وأجهزة أبل صارت موجودة في كل مكان فيه يعتمد على شبكات أجهزة أبل لكن الإير تاج تم استخدامها بشكل خاصة في تقرير طلع قبل فترة أنه في بعض العصابات في كندا استخدمتها لسرقة السيارات ومعرفة سلوك المستخدمين وسرقتها فلذلك أبل أنت عن ميزة اكتشاف الأجهزة التي تتبعك فلو أحد حط إير تاج عندك في السيارة أو في الشنطة أو غيرها وقاعد يتتبع نشاطك أنت راح تقدر تعرفها من خلال الميزة التي أطلقتها أبل في النظام وأيضا التطبيق التي أطلقتها أبل لأجهزة الإندرويد